واشاء اليوم اني ابدأ بحوار تليفوني مع مواطن من مواطنين الجمال وبيان اصدره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي لان ليهم علاقة بعض مكالمة من مواطن معرفوش بيشتغل في هيئة الطرق والكباري بيقول لي ان احنا عاملين اعتصام بقالنا يومين اكتر من الف واحد لاننا بنطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور ورئيس الشركة القبضة اللي احنا تابعين لها راف التطبيق ده طبعا الكلام ده ملوش محل من الاعراب يعني لانه مش قرار رئيس شركة قبضة ده قرار دولة قرار مجلس وزراء السيد رئيس الشركة القبضة للطرق والكباري ما استقلش في البلد دي وما بيرفع شراية مستقلة عن هذا الوطن حاورت الاخ اللي كان بيكلمني او العام اللي كان بيكلمني بيقول لي انهم بيحققوا ارباح سألته طب انتوا رحتوا الوزير النقل قال لي بيرفض يقبلنا وما حاولناش طب رحت الوزير القوة العاملة قال لي لا بصراحة ما روحناش قلت له طيب اتحركتوا عبر مندوب النقابة عندكم قال لي دول بينجحوا وبياخدوا الامتيازات وما بنشوفش وشهم طب اول خطوة لكم انكم تعتصموا وتضربوا وتوقفوا العمل قال لي اه وقال لي ان كمان مباحث النقل موجودة معنا وبتحمينا طب كويس فطبعا اعدت اتحاور معا قلت له ما انتوا لابد انكم تسلكوا الطرق السلمية خطوة خطوة لما يتسد الابواب ممكن بعد كده تبقى بتعمل اعتصام او بتعمل اضراب وده حقك او انك على الاقل تصير الموضوع اعلاميا بعد برضو هذه الخطوات فيما يبدو ان كلامي ما عجبوش قد يكون لكن انا كنت بقول ده السبب واحد لان مرة تانية رجع العجلة الدور للخلف تذكره ايام الدكتور عصام الببلاوي قصدي شرف اللي يتولى المسئولية بعد صورة 25 يناير واشتعل الوطن صاعتها بمظاهرات فئوية في كل مكان وطبعا دي ادت الى خل حالة او مناخ ساعد جماعة الاخوان الارهابية وكل الاحزاب المفقوصة عنها انها تستثمر هذا المناخ في ان تفوس في انتخابات البرلمان ثم بعد ذلك تكرره وتفوس في انتخابات رئاسة الجمهورية في اكبر عملية نشل للسلطة وليرادة الشعب في التاريخ ودي التاريخ بعد كده هيتكلم عنها حلالة النهاردة اداء الحكومة بيؤدي الى تكرار نفس المشهد مرة اخرى قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وده اللي بيخليني اقول الدكتور حازم شرف لانه تقريبا بينفذ نفس النص اللي مشي عليه الدكتور عصام الببلاوي رجاء من الحكومة انها تتحرك وايضا احزابنا اللي قاعدة بتطلع فاكسات وبيانات وقاعدة بتتكلم عن حلول سياسية لازمات الوطن لكنهم هم بيتكلموا عن ده ما بتحركوش هل في حزب نزل لأي اعتصام او اضراب وبدأ يتحاور مع الناس دي على الاقل انه يحمل مطالبهم لأعلى او للحكومة او حتى للإعلام مفيش الاحزاب مش فضيل ده مع ان ده دورها الحقيقي اي حزب عايز يكله وجود في اي اعتصام او اضراب لو بادر بانه يبقى موجود في وسط الناس سواء في المحلة او في الطرق والكباري او في غيره بالتأكيد الناس هتبقى ممتنة ليه وتلاقي حد تتحاور معاه وتتناقش معاه ويحمل مطالبهم لأعلى ده بغض النظر عن دور النقابة او النقابات اللي واضح انها ما بتشتغلش فرجاء او بنلفت النظر في ازمة في هيئة الطرق والكباري حاولوا تتحاوروا مع الناس دي مفروض ينزل واحد من السادة الوزراء للناس دي مفروض المحافظ اللي ابتقع في نطاق محافظته يحاول ينزل او يكلف حد ينزل السادة قيادات الاحزاب تنزل ده مواطن ما عرفوش لكن في مواطن انا عارفه كويس جدا اللي هو الدكتور حازم شرف من قليل جدا اصدر بيان بيعبر فيه عن غضبه بدأ رئيس الوزراء يغضب نتيجة سقوط شهيد كل يوم او اكتر من رجال الشرطة او القوات المسلحة بسلاح الغدر والخصة والخيانة على ارض مصر وفي كل مكان واطرافه معروفين بالضرورة غضب رئيس الوزراء باين انه متأخر جدا وما يكفيناش مجرد بيان من سيادته يكفينا اجراءات عملية لحماية الناس دي او تأمنها او التحدث مع الرأي العام والشعب علشان يبقى واعي رئيس الوزراء مش يكفي فقط انه يتكلم او يعبر عن غضبه رئيس الوزراء مطلوب منه العمل واحنا عندنا حكومة بقالها ما يقرب من 8 شهور رئيس الوزراء لم يغادر القاهرة الا الى عواصم خارجية صحيح سفرياته مش كتير لكن بيسافر برا احنا عايزينه يسافر جوه عايزينه يروح يشوف المينيا شوف لقصر عايزينه يروح يشوف كفر الشيخ والغربية عايزينه يبص على بني سويف عايزينه يحاول يفتتح مشروع او يحل ازمة او يكون قريب من الناس ممكن حد يقول لي معلش الراجل ما يقدرش يقوم بدا نتيجة الظروف ربما صحيا ما يقدرش ربنا يدله الصحة ربما اجندته مليانة لكن هي دي همومه في اللحظة دي اللي مفروض يقوم بها ثم يحدثنا بعد ذلك عن انه بيستعد لاجراء تغيير وزاري او تعديل وزاري او غيره من وجهة نظري وحاول نحاول نقول والمسؤولين او قول الامر لهم القرار هذه حكومة يجب ان تتغير في هذا الوقت تماما مفروض ان يكون على رأس هذه الحكومة رجل يعمل قادر على الالتحان بالجماهير فهم مشاكلهم يحاول يحلها على الارض وعندنا مش ما عندناش مصر مع قومتش عشان ما يبقاش فيها غير الدكتور حازم شرف ويريتوا يحصت زياد بها الدين لان مهمتهم اعتقد حققت النجاح الكامل وفق ما كانوا يرونه ووفق رؤية من اختارهما كفا نروح بقى ونبدأ نتكلم عن اللي وقفين جنبنا